نتكلم عن جماهير النادي الاهلي تاني حضراتكم عارفين ان جماهير النادي الاهلي غير اي جماهير جماهير ايه ده انا بخاطب مش جماهير النادي الاهلي انا بخاطب لعيبة النادي الاهلي في المدرجات الجمهور ده لعيب الجمهور ده كنا بنونا عليه اللعيب نمر 12 لا ده اللعيب نمر واحد جمهور النادي الاهلي اصلا ما بيش حد يعرف جمهور الاهلي كويس قوي غير لعيبة النادي الاهلي او اللي عصره جماهير النادي الاهلي على مدار الأجياء جماهير النادي الأهلي تبقى جاية تشجع النادي الأهلي تشجع النادي الأهلي تشجع العيبة كلها مش بتشجع العيبة واحد أو تركز على نجم واحد لا ما بتقولش مثلا أنا هشجع فلان فلان عشان جاب جولي النهاردة أو أشجع فلان فلان عشان هو الهدف لا جماهير النادي الأهلي ما بتعملش كده هذا جماهير النادي الأهلي زي مجالس إدارات النادي الأهلي على مدار العصور بيهمها مصلحة الفريق بس او مصلحة النادي الاهلي بس مش مصلحة اي شخص جماهير النادي الاهلي هي اللي دايما بتحط الفرقة قدامها فرقة النادي الاهلي انا يهمني فرقة النادي الاهلي يهمني النادي الاهلي هو اللي يكسب والنادي الاهلي عودنا على المكسب جماهير الاهلي بتبقى طالعة من ماتش زي يعني مثلا احنا الماتش الفاتكة سبنين بعض الجماهير طالعة مش مبسوطة من الاداء هما طبعاً يعني لو حللوا بعض الأمور قبل الماتش يعني فرحانين بالمكسب الأداء احنا قلنا الأداء النهاردة مش هيهمنا قوي بسبب الظروف المحيطة بالماتش احنا عايزين المكسب وده أول مكسب للنادي الأهلي على أرض سيمبا التنزاني أول مكسب والأربع ماتشات اللي تلعبت الفريق الوحيد اللي حقق المكسب النادي الأهلي والهدف الوحيد اللي جي في الأربع ماتشات اللي بتوع دور التمانية هو هدف أحمد نبيل كوكا بتاع النادي الأهلي جماهير الأهلي زي لعبة الأهلي زي مجلس إدارة النادي الأهلي ما بيشبعوش بطولات ده سيستم جماهير الأهلي تخلص البطولة من هنا يقول لك يعني البطولة اللي حقق داشرقت لسه خلصانة يقول لك بص بعدها تاني يوم فكر بقى في الاثناشر احنا عايزين الاثناشر تاني يوم خلصت المكسب لا احنا عايزين المكسب اللي بعد احنا دايما على الحلوة والمرة احنا دلوقتي جماهير بش معنى لقدر الله ان النادي الأهلي اتعرق لنتيجة مش كويسة في أي ماتش من الماتشات بش ماتش معين يعني مثلا ناخد زي الخسارة بتاعة البنك الأهلي وارد وارد ما انت مش هتكسب على طول فيه أخطاء كان فيه أخطاء ومسر كولر كان عنده شجاعة الكافية انه يطلع في المؤتمر الصحفي يقول انا أخطاء وانا مسؤول عن المبارة دي ولكن احنا بقى جمهورنا غير بعض الاندية بتخسر الماتش اللي بعده الجماهير متروحش لا جمهور النادي الأهلي مش كده جماهير النادي الأهلي موجودة وورا النادي الأهلي في كل مكان في المكسب بتلاقيه في الخسارة بتلاقيه على الحلوة والمرة زي ما بنقول ده فعلا تطبيق المبدأ ده تلاقيه فين في جماهير النادي الأهلي بس جماهير النادي الأهلي بس هي الليها الفضل الأول بعد ربنا في بطولات النادي الأهلي نتمنى النهاردة ان شاء الله ان جماهير النادي الأهلي تملى بكسافة استاد القاهرة حسب الساعة المطروح ان شاء الله